ان شاء الله في الفيديو دوت انا هقول لك ازاي رمضان بدأ يضيع منك و ازاي تلحق اللي باقي من رمضان يلا نبدأ كل اللي احنا بنعمله دوت والله 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 ربنا يا رب يسطرنا جميعا احنا بس بنتكلم معاك بس كده او بنتكلم مع بعض كده نبقى بس واذكر ان الذكره تنفع المؤمنين لكن كلنا والله مشاكل وكلنا بنعاني وكلنا بنقع في زنوب وكلنا بنقع في معاصي وكلنا بنقع في مصايب من ضمن الحاجات اللي بنقع فيها دي اننا كلنا 99% مننا فعلا كشباب خاصة بنيجي في نص رمضان كده ونهنج نجيب اخرنا نبلط كده في البلاطة اللي هو خلاص انا جبت اخر في القرآن انا جبت اخر في القيام انا جبت اخر في الصيام ده انا بصوم بالعافية وجبت اخر في الصلاة انا بقى يا دوبت بصلي الخمس فروض ويمكن في كم فرض بيقع كده في النص وبيحصل مع ناس كتير ليه؟ انا هقول لك يا حبيب قال بس برضو قبل ما نتكلم في النقطة دي خلينا نكون وقعين وصرحة مع بعض كده تمام؟ انا ما بحبش انا كاوساما ما بحبش اللي هو ايه التبكيت اللي هو ايه اللي هو ما كنتش عملت ما كنتش سويت انت المفروض كنت عملت انت المفروض كنت سويت انا هقول لك السبب ولكن خلينا ما ندهوش اهتمام اوي دلوقتي بس نركانه في الجزء اللواعي عندنا دوت عشان هنحتاجه بعدين ان شاء الله احنا في الموقف او احنا في الوضع اللي احنا فيه دا دلوقتي اللي هو خلاص انا زهقت من قراءة القرآن مليت من القيام يا دوبك بصلي الفروض بالعافية يا دوبك بصوم بالعافية وما ببقاش قادر وي 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 دا كله بسبب ان انا ضغطت على جسمي زيادة بحاجة هوا مش متعود عليها تمام؟ الكام نقطة اللي احنا كل قبل رمضان بنفضل نتكلم فيه ونقول اجهز لرمضان قبله بكم شهر اجهز لرمضان قبله بكم شهر تمام؟ النقطة دي هي سبب اللي احنا فيه دلوقتي دا ان انا مجهزتش لرمضان مستعدتش لرمضان قوي كمام؟ فمع اول صعوبة لقتها في الطاعة بدأت قعه انام خالص كمام؟ النقطة الاهم بقى وهي ازاي نتدارك رمضان او ازاي نتدارك ما بقي من رمضان ازاي ننقذ ما يمكن انقاذه من رمضان بس قبل ما نخش في النقطة دي انا عايزك النقطة الاولانية تركز فيها جدا وتخليها هنا علشان رمضان اللي جاي ان شاء الله وتبقى زكي بالتعامل مع الفرس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدها لك وازاي تستغلها افضل استغلال اللهم المستعاني النقطة التانية وهي ازاي نتدارك ما بقي من رمضان بص يا صديق لما تيجي تلعب مع كوتش كده في الرياضة ويكون كوتش عالمي كده وحد بروفيشنال قوي هيقول لك ايه وانت بتجري وكده في التراك بتاع النادي يقول لك ايه يقول لك بص وانت بتجري لو تعب امشي ما تقفش لان لو قفت جسمك هينام عضلاتك هتتراخى خلاص انت بتريح الجسم بعد تعب فالجسم ما بقي بياخد راحته في الراحة قوي تمام؟ وده اللي بيحصل في رمضان اول ما بتتعب من القيام فتسيب القيام يوم فاليوم بيجيب بقية الشاه اول ما بتتعب من قراءة القرآن فتسيب قراءة القرآن يوم فاليوم ده يجيب كل اخر الشهر لحد اخر الشهر نفس النظام في كل عبادة انت بتعملها اول ما تتعب هو هتوقف في عبادك لربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تتعب قلل متوقف التاني قاله او الكدش قالك امشي متوقف طاعة او في العبادة مع ربنا سبحانه وتعالى قلل بس متوقف بص هتفيدك بايه القاعدة المهمة دي ان انت ازاي تنقذ ما يمكن انقاذه من رمضان انا هقولك تلوقت انت لما تيجي تتعب من القيامة مش هتوقف هتصلي بس عدد ركعات اقل لما تيجي تتعب من قراءة القرآن هتقرأ بس عدد ايات اقل لما تيجي تتعب من الصلاة هتصلي بس الفروض بس قو معها شوية نوافل صغيرين مش كل النوافل اللي كنا بنصليه لما تيجي تتعب في الطاعة قلل بس متوقف واخد الحديث ده من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حب الاعمال الى الله ادومها وانقلب المهم في المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تداوم مش ان انت تكتر المهم ان انت تداوم لو هتداوم بكتير ده طبعا افضل انما المهم ان انت تداوم حتى ولو كان قليل مش مهم بس الاهم انك ما توقف قلها لك للمرة الرابعة او الخمسة في الكام دقيقة دول تعبتك لربنا سبحانه وتعالى لو تعبت قلل ما توقفش زي ما قلتلك في البداية اننا كلنا زي بعض واننا كلنا قريبين من بعض واننا كلنا بنسبة 90% الا ما رحم ربي واقعين في المشكلة دي دلوقتي وانا اولكم والله العظيم ربنا يا ربي يرحمنا ويغفر لنا تأثيرنا دوت ويعننا ويثبتنا اللهم امين يا ربي لو لقيت ان الكلام ده مفيد ليك وحمسك ان انت ترجع للطاعة تاني او ادق خيط كده ان انت ترجع تستغل رمضان تاني في ناس كتير شبهك وشبهي ناس كتير جدا علشان كده والله ده السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده في ناس كتير محتاجة ان هي تستغل رمضان بس مش قادر مش عارف يعمل ده ازاي تعب خلاص تقتل جسمانية وتقتل روحانية جبت اخرها فيعمل ايه ممكن الفيديو ده تينقذ ااااا ناس كتير او انها ترجع تستغل رمضان تاني بدل ما كله يضيع منها الله المستعان يا رب فاعمل شيرل لو عسى حد يسمع عن طريقة كلمة فاتفيدوا فيعمل بيها فياخد حسنات وانت تاخد حسنات وانا اخد حسنات وكلنا ان شاء الله نتجمع ان شاء الله يوم القيامة عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم امين يا رب ربنا اجعلنا جميعا من اهل الجنة اللهم امين يا رب اللهم اعننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم ارزقنا صيام رمضان كاملا غير منقوس وارزقنا ثواب قيام رمضان كاملا غير منقوس وارزقنا يا رب يا رب ارزقنا قيام وصيام ليلة القدر اللهم امين يا رب العالمين أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته